مؤخراً نجحت البلاد خلال الشهرين الماضي والحالي بالقضاء على التهاب الكبد الوبائسي وصفه مجتمع الصحة الدولي بالإنجاز المذهل في فترة زمنية قياسية انتقلت من حصولها على واحد من أسوأ المعدلات العالمية للمرض إلى شبه القضاء عليه خلوني أخبركم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بعد ما سبب وفاة 40 ألف مصري منذ أعوام تم تشخيص 87% من المصابين بالفيروس وحصل 93% منهم على العلاج التام تجاوزت مصر حتى الآن المعدلات الذهبية التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 70% و80% حسب أيضاً الإحصائيات الأخيرة 58 مليون شخص مصابون بالفيروس على مستوى العالم مع العدوى بينما 80% منهم لا يعرفون أنهم حاملين لهذا الفيروس طبعاً هذا الفيروس ممتشر بصورة كبيرة ولازم أن نكون لدينا إجراءات وقائية مهمة جداً لكي نكتشف الفيروس قبل وجوده وتفاقم الوضع وأنه يصبح شيء خطير أكيد نتعرف على تفاصيل أكثر معكم زملائي كل شكر أكيد هذا موضوع مهم وما شاء الله الأشقاء في مصر قطعوا شوط كبير في هذا العلاج أو القضاء على هذا القضاء على التهاب الكبد الوباء يعني ياسين حول العالم خديجة أيضاً ومشاهدين تنتشر العديد حسب الأحصائيات التي ذكرتها ياسين العديد من الإصابات بين الناس فكون مصر قضت على هذا الوباء فهذا إنجاز خطوة استباقية خطوة مهمة خصوصاً أن نفس هذه الأمراض يعني أمراض تعد من الأمراض اللي ما نقدر نكتشفهم إلا في مراحل متأخرة وبالتالي الفحوصات المبدئية الفحوصات اللي نسويها من قبل هي المهمة علشان نكتشف نفس هذه الأمراض ودائماً نقول أن الوقاية خير من العلاج في طرق أيضاً للوقاية من التهاب الكبد الوبائي وكنا عارفين أن مثل هذه الأمراض أمراض خطيرة جداً ونتمنى إن شاء الله الله يشافي الجميع منها والله يبعدهم أكيد يبعد هذه الأمراض دوم دوم يعني الفحص الدوري الفحص الدوري أكيد دائماً ما خنقول يكشف عن الأمراض اللي نحن ما نقدر نكتشفها بالأعراض أكيد يا سين كل الشكر بنناقش شوية مشاهدين وضيفنا أكيد مع ضيفنا اللي بينضم لنا من مصر دكتور خالد أمين عضو نقابة الأطباء في مصر يا مرحبا وسهلا فيك يا دكتور أهلا بي أفهم أنا بحضرتك وأهلا من كنتك شاهدين يعني في البداية خلني أبارك لمصر على هذا النجاح ويعني قضاء قضيته على هذا المرض ما شاء الله عليكم وما قصرته لكن ما هي الإجراءات المتبعة اللي ساعدت بالقضاء على هذا الفيروس الحقيقة يعني أنا طبعاً أهوان بشكراك طبعاً على مصر كديم والحقيقة ده كان من المجهودات الكبيرة جداً لو حسبنا مثلاً من إنجزات التحقق في خلال مئة سنة وراء مثلاً هستيقى أن ده حاجة من الحاجات المهمة جداً صحيح ضحايا المرض ده دول كانوا بالآلاف أحياناً كتيت جداً على مدى عقود كانوا بالملايين أنا والدي وعمي أثنين من الضحايا دول توفر بمتيجة مضاعفات هذا المرض الله يرحمه كتيت جداً للناس كتيت جداً نعرفهم لغاية ما بدأت الحملة القرومية المبادرة التي كنت لها اشتغلت فيها على كافة المستويات كافة الأجهزة كافة الوزرات الحقيقة كان في حتى كمان جمهور شعبية في محاولة القضاء على هذا المرض والحمد لله مجهة الجهود دي الحكاية بدأت بين مبادرة برئيس الجمهورية وبمسائل من وزارة الصحة لتوفير العلاج كان بدأ أنه يظهر في دول العالم وكانت موجود في معظم دول العالم بس المرالك كبيرة جداً في مصر طبعاً عشان خاطر معظم المرضى أو معظم الناس اللي بتفعرض لهذا المرض كانوا من الناس اللي لا تقدرش تتحمل تكلفة العلاج كانت المبادرة دي أهم جانب فيها وهو توفير هذا العلاج بشكل مجاني كان بتتوفر الحكاية دي بشكل مجاني كان فيه مبادرة أو كان فيه حملة اتعاملت لمسح السكاني لإكتشاف المرض وإعطاء العلاج بشكل مجاني لحاملين هذا الفيروس وحاملين هذا المرض ومتابعتهم بعد ذلك ومتابعة عدم متقنمراء من الآخرين وإجراء بعد كده مساحات أخرى للتأكد من خلالهم جميل جميل يا دكتور جميل زين دكتور توازياً مع هذه الجهود المبذولة بما أنه صار عندكم يعني هذا المدخل للقضاء على هذا الفيروس هل من خطوات أخرى للقضاء على أمراض أخرى على فيروسات أخرى منتشرة وكيف تتم عملية التوعية لهذه الأمراض الحقيقة أنه فيه كثير جداً من الأمراض اللي موجودة بس يعني كان أكبر تحدي الحقيقة هو تحدي الخاص بفيروس هذا في مصر بالذات لأنه هو مرتبط كمان بانتشار بالهالسيا وانتشار بعض الممارسات الصحية الغير سليمة اللي موجود وده هيأخذنا بقى للموطة الثانية من السؤال وهي إزاي نوعي من مش بس من البرسي نوعي كتير جداً من الأمواد اللي تسلين عن طويل الدم طبعاً شيء مهم جداً وهو يعني كسر الدائرة التي تصل الدم من حامل المرض بالسليم وهي عدم استخدام شفوات الحراءة الأكثر من راحل عدم استخدام السرينجات وده في الحياة موجود دلوقتي بيحصل لتصنيع السرينجات ذاتية التدمير استخدام ممارسات الصحية سليمة بشكل شخصي أدوات الصحة الشخصية بشكل ممثل بالتوعيات ده من بداية من المدارس وداتا من الأطفال من هم وصفائرين الحقيقة دي من الحاجات المهمة جداً اللي دم التبكيز عليها جميلة دكتور أكيد أكيد هذه جهود مبدولة من قبل نحن نبدأ على كثير من الأمواد الأخرى ما شاء الله عليكم هو فيروس ممتشف برضو موجود في مقصد الوقت زي فيروس النقص المناع المكتسبة هو بدأ يظهر في العالم بشكل كبير في الفترة الأخيرة جميل جميلة دكتور دكتور خالد أمين أكيد بدلتم العديد من الجهود لحتى وصلتوا لهذه المرحلة وقضيتوا على هذا الفيروس والحمد لله أنتم ما شاء الله عليكم عندكم طاقم طبي يعني خنقول مصر مشهورة في الطب والاختصاصات الموجودة عندها فأنتو حاربتوا على مدى أمية سنة إلين وصلتوا هذه المرحلة فألف مبروك على هذا النجاح طبعا دكتور خالد أمين عضو في نقابة الأطباء في مصر شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة